رغم أن التحديات الأمنية وقضايا الفساد تعتبر من المشكلات الأساسية التي تحظى باهتمام المواطنين إلا أن المشكلات الاقتصادية ما زالت تتصدر أولوياتهم بحسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجي لمرور 200 يوم على تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي العينة الوطنية رأت أن 26% منها أن أهم المشكلات الاقتصادية هي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فيما رأى 28% منهم البطالة وتسعة عشر في المئة أفادوا بأنه الفقر أما قادة الرأي فإن 57% منهم قالوا أن الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة أهم مشكلة تلتها البطالة بنسبة 12% ثم الفقر ثمانية في المئة منهم وحول الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثنية عشر شهرا الماضية أظهرت النتائج أن 6% فقط من عينة قادة الرأي يصفونه بالأفضل فيما وصفه 53% بأنه أسوأ مما كان عليه ووصفه 40% بأنه مستقر فيما توقع 40% منهم بأن الوضع سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن و18% بأنه سوف يكون أفضل فيما أفاد 40% بأنه لن يتغير وحول السلع والخدمات التي تشكل أعباء على المواطنين أفاد 41% من المستجيبين بالمرتبة الأولى فاتورة الكهرباء وثانيا الطعام وشراب بنسبة 31% ثم السكن بنسبة 13% وبعدها التنقل والمواصلات بنسبة 6% فاتورة المياه وحول إجرائهم لمواجهة هذه الأعباء فلجأ 83% من المستجيبين إلى تخفيض نفقاتهم فيما لجأ 82% إلى تأجيل سلع أو خدمات غالية الثمن فيما لجأ 57% إلى الاستدانة و46% إلى العمل الإضافي فيما لجأ 44% إلى طلب المساعدة من أفراد العائلة بدأت تحضيرات التجار لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث تعاقدوا على استيراد كميات من مختلف أنواع السلع وتوقع التجار ارتفاع أسعار السلع الرمضانية نتيجة قرار الحكومة الأخير والقاضي بفرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفى من الرسوم الجمركية في حين قال مدير الرقابة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي طلافها إن أسعار المواد الغذائية ستحافظ على الاستقرار أو قد تشهد خفاضا في ظل توفر كميات من مختلف السلع في الأسواق ومخزون يكفي احتياجات المملكة لفترة طويلة وأكد أن الوزارة ستراقب الأسعار خلال شهر رمضان في كافة أسواق المملكة وستقوم بتحديد أسعار أي سلعة يقوم التجار بزيادة أسعارها أو المغالاة دون مبرر وعندنا بضايع من أول موجودة يعني مش إنه من يعني زي الجوز زي قمر الدين زي القطين كلها موجودة من أول بس اختلفت المعانا من شهرين السعر يكون فرضاً خمس دينير صار سبع دينير يعني خلال التجار يستغلوا إنه عدم رقابة من الحكومة وعدم رقابة والجمرك يعني رقابة الحكومة أهم إش هي رقابة الحكومة ما مش موجودة هاي الله يعين المواطن المواطن واقع ما بين سنديان الحكومة ومطرقة التجار الحكومة فاتحة مجال للمنطقة التنموية والتهريب من العقبة لمواد كثير يعني بتخص شهر رمضان مثل الجوز واللوز وهذا الكلام والتجار مس من لهم ما شاء الله جشع عندهم مش طبيعي يعني سعر الجوز كان بأربع دينير قبل فترة والآن أصبح بسبع دينير بقدر قادر مع العلم أنه في المنشأ أصلاً سعره عادت جداً ما تغير عليه أي شيء قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اليوم إن أسعار الغذاء العالمياً خفضت 81% في نيسان مع تراجع أسعار جميع السلع الزراعية الأساسية باستثناء اللحوم وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 168 نقطة في نيسان من خفاض مقداره 3.1% عن آذار فيما رفعت منظمة الفاو توقعاتها قليلاً لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى مليارين وستمائة مليون طن حيث من المتوقع أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 740 مليون طن وهو ما يقل عن مستوى الحصاد القياسي الذي سجله العام الماضي وصل عدد البواخر وحاملات الغاز التي رست على ميناء الشيخ صباح إلى 90 باخرة منذ إنشاء الميناء وحتى نهاية شهر نيسان بحمولة قدرها 13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقب غسان غانم قال في تصريحات صحفية إن شركة تدرس مد خط أنبوب للغاز إلى المناطق الصناعية الجنوبية مما سيعطي طاقة بأسعار متدنية ورخيصة تؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار وتنافسية المنطقة وأضاف أن الشركة تدرس أيضا تنفيذ مشروع لربط منازل المدينة بشبكة غاز طبيعي مسال بحيث يتم الاستغناء عن استخدام استوانة الغاز انخفض المؤشر الأردني لثقة المستثمر إلى 94 نقطة لشهر شباط من 96 نقطة لشهر كانون الثاني بحسب تحديث منتدى الاستراتيجيات الأردني للمؤشرات الفرعية البيانات أظهر التراجع المؤشر الفرعي في بورصة عمان متأثرا بانخفاض نسبة الأسهم المشترى من قبل المستثمرين الأجانب إلى 58% لشهر شباط من 94% لشهر كانون الثاني مع ارتفاع مؤشر بورصة عمان بمقدار 51 نقطة أما مؤشر الثقة بالنظام النقدي فانخفض بمقدار 31% نقطة نتيجة تراجع قيمة احتياطات العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 394 مليون دينار لتصل إلى 11 مليار و300 مليون دينار في شهر شباط في حين ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي نتيجة زيادة رأس مال الشركات المسجلة في شباط إلى 15 مليون وتسعمائة ألف دينار من 9 ملايين وثمانمائة ألف دينار للشهر الذي سبقه وانخفاض قيمة ضريبة بيع العقار بمقدار مليون وأربعمائة ألف دينار وتراجع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة ليصل إلى 2919 رخصة في شهر شباط إضافة إلى تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الثالثة واقتربت من أدنى مستوياتها منذ نهاية أذار بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية انخفض خام القياس العالمي مزيج برينت ليصل إلى 50 دولار و 55 سنة للبرميل كما انخفض خام غارب تيكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 47 دولار و 56 سنة للبرميل وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بواتيرة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي فيما زادت مخزونات البنزين مع سمرار ضعف الطلب وهو ما أدى لاستمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي ترجمة نانسي قنقر